أخوانا طالب العلم انتبه إلى هذا الكلام هذا ليس كلامي كلام العلماء طالب العلم ماذا يصنع قال جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم هذه المجالس السلفية جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم يعني لا يمكن أن تكون مجالس على السنة فيها كلام على النساء وعلى كذا أو كلام على الطعام وعلى الدنيا وعلى الهواتف نعم عيب على طلاب العلم ان تكون مجالسهم فيها شيء من هذا لان لو دخل واحد قال هذا مجالسكم انتم السنة تتكلنوا في النساء وكذا نعم مجلس شيخة الاسلام بن تيمية كانت داخل اذا دخل مجلس شيخة الاسلام بن تيمية ورحمه الله تذكر الاخرة اذا دخل الى المجلس يتذكر ها الاخرة يعني لا يوجد في الدرس شيء يذكرك بالدنيا نعم لم يسمع قط في مجلس من مجالس شيخة الاسلام بن تيمية رحمه الله غيبة او نميمة تستطيع تتزوج توقع الله تزوج لا تستطيع ماذا تصنع تصوم هذا الذي ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم متتكلم تقلل من الطعام من الشراب يعني نصف وجبة في اليوم ممكن نعم انا تقلل هذا الشرع نعم الثالث هذا الهاتف تتركه واللي ليس متزوج يأخذ الجوال القديم ذاك ابو كشاف الغبي نعم ليس غبي هو هذا بعد عن الفتن نعم او يأخذ تليفون بدون انترنت نعم انترنت فقط اذا ذهب الى المسجد ممكن نعم المسجد كيف انترنت نعم نعم لا برامج ممكن عندك هذا الجهاز لكن الغي بعض البرامج التي تفتنك او انت تعرف انك ضعيف وعندك بعض البرامج فيها ما فيها من طمات احذف البرامج ليس بلك حذر نعم وارتاح لا تدخل فيه نعم واتس اب مثلا تضع اللي ممكن يرسل لك بعض الاشياء ضعه حذر لكن في عندنا بعض البرامج انت تعرف فيها طامات نعم وثق تماما ان من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه ادعو اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا حيا قيوم برحمتك استغيث واصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ابدا وإلا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجهلين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه قدم السجن يسجن وهو نبي من الانبياء ورسل عليه الصلاة والسلام حتى يبتعد عن الفتنة نعم ابقى وحدك لا هذا ما يبقى وحده ابدا ولا ينام وحده ولا يطيل الدخول في الحمام نعم نعم استطيع الآن عبر انترنت يدخل واشتري لماذا يذهب للسوق يتسوق نعم لا يذهب الى اماكن الفتن يغض البصر وصاحبة الصالحين لانه مع الصالح ما يمكن ينظر في المرأة لكن مع غير الصالح ممكن يقول انظر شوف شوف المشكلة انه بعض الناس هو مفتون يعني في نفسي مفتون ويأتي هذا مسكين ما يفكر في شيء أصلا يقول كيف انت ما تشوف ما عندك نظر انت ما تشوف الفتن ما شاء الله تبارك الله تبارك الله نعم فيفتن غيره نعم هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انه بعض الناس في صورة انكار المنكر هو يدعو للمنكر يروج للمنكر كيف نعم يقول عندنا هنا خلف المسجد يقول مكان في كل شيء ما تجانب اعوذوا بالله هذا يقول اعوذ جزاك الله خير نعم وهذا يذهب من السبب هذا في صورة انكار المنكر هذا ليس انكار منكر انكار المنكر ترجع الى ولي الامر الى الشرطة صحيح اما تقول لهذا هذا يقول جزاك الله خير جزاك الله نعم لا تتكلم بهذا الكلام هذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية اخوانا نعم قلنا تستطيع تتزوج اسلك ما تستطيع تأتي بهذه الأشياء ابقى في المسجد طيلة اليوم نعم لا تنام الا وانت منهك جدا يعني قبل ان تضع رأسك تنام نعم 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 مثلا يقوم يصلي ويدعو الله نعم for example ايام الليل او يجري مثلا ما في اشكال يعني يمشي يجري يمشي عشرة كيلو وبعدا يأتي ينام خلاص احسن لكن اليوم الواقع اخوانا ان الغالب هذه الاشياء اللي ذكرناها يصنع عكسها صحيح صحيح والله وبعدا يقال فتنة نعم